من جانبه أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين تحقيق تقدم في كثير من الأولويات وذلك خلال جلسة الحواري الاستراتيجي المشترك وأضف بلينكين أن واشنطن تشجع الخطوات التي تقوم بها مصر في مجال الإصلاحات مضيفا أنه تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الأمني الطويل الأمد بين مصر والولايات المتحدة صنحت لنا الفرصة هذا الصباح في إطلاق الحوار الاستراتيجي وهذا يؤكد على التزام كلا بلدينا بالاستمرار في تعزيز علاقتنا وتعزيزها بطريقة تركز على خدمة شعوبنا وأنا أريد أن أشكرك بدر وأشكر فريقك على هذا الحوار وعلى هذه البداية الجيدة لقد حققنا تقدما في كثير من الأولويات بما في ذلك التنمية والحوكمة والاقتصاد وأنا أعلن عن 129 مليون دولار من التمويل الإضافي للاستثمار في مئات المنح التعليمية العليا وتشجيع ريادة الأعمال وتحسين صحة في المناطق الريفية معا نحن نحقق التقدم الاقتصادي ونوسع الفرص الاقتصادية للمصريين والأمريكيين ونساعد النساء من أصحى حباط الأعمال الصغيرة على الوصول إلى التمويل وتوسيع الاستثمار الخارجي المباشر ليتعدى الألف شركة أمريكية الموجودة هنا في مصر الولايات المتحدة تدعم جهود مصر على إصلاح اقتصادها لكي يصبح أكثر تنافسية ودينامية